موسيقى قبل المحيو كان الناس يشعروا بصعوبة نصال المياه للبيوت والسبب بعد الماء وقلت الإمكانية حقا نغل الماء وذلك خلنا نقلوله بالدواب بعدين كان نقلول الماء من أبار مكشوفة تعرضنا في الأمراض قبل الأسهالة، أسهالة، الأميبية ونطبط حقنا الدولية عملونا هذا الكريف يجيله مياه للأمطار يغضي مياه الشرب وبإذن الله أن الأهال يستسيتوا يوصل أكثر بإذن الله أن الحياة تعود المشروع عبارة عن كريف ترابي بسعات تقزينية 21 ألف متر مقعب الغرض من المشروع تغذية مصادر المياه الرئيسية عبر المياه المقزنة في هذا الكريف تتفلتر إلى باطن الأرض يتغذي عن مصدر الماء وممكن الاستفادة منهم في رياة الأراضي الزراهية أيضا وذلك لأن سعات التخزينية كبيرة إنه نقول الماء من الكريف بإذن الله لا 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 يقرب المجاورات ونعمل طماط نعمل خيار نعمل يزار نعمل كوبش نعمل نده في مبلغ زرعة موسمية لأن الآن الكريف هذا ممكن نحن نعمل له يمشتع يعني عندما نزارع نستفيد أول مرة للأهالية وكل وخضار فواكه ونستطيع أن نحن نمشوق للأسواق ونبيع بحيث أنه يوفر دخل للمواطن يستفيد فسكان الأرياء اعتمادهم على الزراعة أو على الأراضي الزراعية يعتبر مصدر دخلهم الرئيسي والمعيشي فعميم هذه التقربة على بقية المناطق المحرومة من المياه يفيدها بشكل كبير ولا تحتاج إلى مواد وتكلفة عالية حيث أنها تقوم بتغذية مصادر المياه الرئيسية تدعم ريء الأراضي الزراعية اشتركوا في القناة